تعودنا على سياسة حرف الأنظار وإشغال الرأي العامة بقضايا فرعية في مكان آخر حتى تتشتت بوصلة الرصد الإعلامي عن الاتجاه الصحيح ملفات تنفتح وتنسد على عجل ولا أحد يعلم عنها شيء أبدا تشوف قتل الأب الأولادة اضطهاد المرأة أمس فلاف الميسان وحالات تسمم بالمئات اليوم تعيش تحت رحمة عصابة حماده وتوتر الصدو المغناطيسي طريقة اللي استخدموها طريقتين أولاً طريقة الخفة باليد اثنين اللي هي شائعة أحسه أنه تكون التنويم المغناطيسي حالات سطو متعددة لكنها موديرن يعني حرامية أهل بريستيج سطو إيحائي بحسب ما نسمع في التقارير الإعلامية من أصحاب المحلات اللي تمت سرقتها وبعضها وبفح النهار منفذوا صيرفة بزع فرانية يسلبوه ويسلم لهم نفسه بالكامل ولا من شار ولا من دري وقبلها محل ألعاب أطفال في أحد أسواق العاصمة جانفة شخص طلب يقعد يمي يعني يم الميل بدأ يحكي وبعدين طلب مني قال لي طيبيني الفلوس اللي موجودة عندك بالمجار بالدخل أنا لا شعورياً مادر قلت له إيه أبطك يا عين لحد عرض هذه الحلقة ما شفنا أحد من المعنيين لا بتسمم فلاف الميسان ولا بعصابة السطو المغناطيسي طلع علينا وسوى مؤتمر صحفي يشرح به للعراقين حقيقة ما يجري كلها سوشال ميديا بآخر العقد بعد انطفاء الكهرباء والناس نايمة هلعوا السوشال ميديا وشيليدك ليش ما حد يدري من يقف خلف التسمم والعصابة الممغناطة هم ما حد يدري زين من يدري القنوات الفضائية والتقارير الإعلامية على اختلاف مشاربها مطالبة بصناعة رأي عام ضاغط هذا صحية بس مو رأي عام ضاغط ومخربطوا عند انحراف بقرنية الخبر الصحية هذا تسمم للرأي العام شن الفايدة من الأفكار الشعبية العامة في المجتمع إذا هي تنام على تسمم فلافل وتصح على البوق المغناطيزي وتارك مشاكل العراق الحقيقية